اشتركوا في القناة 3 أمجة زائد 3 على أمجة لكل تربيع زائد أمجة تربيع ناقص 1 على أمجة تربيع لكل أس 4 تساوي نقط ومديني 4 اختيارات اتفقنا أن أول ما شوف 3 على أمجة هعتبرها 3 أمجة تربيع تعالوا نفسرها ليه؟ التلاتة اللي موجودة في البسط هعتبرها 3 أمجة تكعيب باعتبار أن أمجة تكعيب تساوي 1 يبقى أنا أمامي 3 أمجة تكعيب على أمجة باختصارها هتبقى 3 أمجة تربيع يبقى القص الأولاني عبارة عن 3 أمجة زائد 3 أمجة تربيع الكل تربيع القص الثاني كذلك 1 على أمجة تربيع هعتبرها أمجة وبالتالي أصبحت أمجة تربيع مص أمجة الكل قص 4 القص الأولاني 3 أمجة زائد 3 أمجة تربيع لازم تلفت نظري 3 أمجة زائد 3 أمجة تربيع تساوي سالب 3 يبقى أصبح القص الأولاني سالب 3 الكل قص 2 زائد القص التاني قاعدة عندنا أساسية أميجا تربيع نقص أميجا أو حتى أميجا نقص أميجا تربيع كلاهما موجب أو سالب جزر 3 تخيلي وبالتالي القص التاني عبارة عن موجب أو سالب جزر 3 ت الكل قص 4 بالنسبة للقص الأول سالب 3 قص 2 تساوي 9 بالنسبة للقص التاني طالما القص زوجي يبقى الموجب والسالب ملاهاش أي لازمة جزر 3 قص 4 تكافئ 9 وته قص 4 إحنا عرفينا إن هي بوح يوأ أصبح التسعة ته قص 4 اللي هي بتسعة أصبح الناتج النهائي 9 زائد 9 هيساوي 18 وبالتالي إجابة الصحيحة لهذا السؤال هي الإجابة رقم 2 تعالوا مع بعض بشوف مثال آخر المثال بيقول 7 زائد 2 أميجا على 7 أميجا تربيع زائد 2 ناقص 5 أميجا تربيع زائد 2 زائد 3 أميجا على 5 زائد 2 أميجا زائد 3 أميجا تربيع الكل قص 2 تساوي نقاط ومديني 4 اختيارات يطار أميجا ولا 1 ولا 8 ولا سالب 3 عايز أقول نصيحة مهمة جدا لأبناء الطلاب في نوعية هذه التمارين لما يكون عندك بسط ومقام والمعاملات متنسقة يعني إيه المعاملات متنسقة؟ لو بصنا للكسر الأولاني عندي 7272 الكسر الثاني 5-2-3 5-2-3 في المقام أول ملاقي مسألة واخد هذا الشكل مباشرة هنبدأ أن أخد عامل مشترك من البسط بس يفضل أخد عامل مشترك من البسط بس طيب الكسر الأولاني اللي هو 7 زائد 2 أميجا لو أنا خدت أميجا عامل مشترك هتقول لي ينفع أن أخد أميجا من السبعة أطبعا هنعتبر جنب السبعة سبعة أميجا تكعيب ولما أسحب منها أميجا عامل مشترك هيتبقى لي سبعة أميجا تربيع وبالتالي من الكسر الأولاني هسحب أميجا عامل مشترك هتوقع بين القسين سبعة أميجا تربيع زائد 2 هي اللي موجودة في المقام الكسر الثاني أيضا عندي خمسة أميجا تربيع زائد 2 زائد 3 أميجا تعالوا نسحب أميجا تربيع عامل مشترك من البسط طبعا تاخد أمجة تربيع إزاي؟ من الحد الأولاني واضحة من الحد الثاني اتنين اعتبر جنب الاثنين في أمجة تكعيب لما تسحب منها أمجة تربيع ما فيش مشكلة كذلك الحد الثالث اللي هو ثلاثة أمجة اعتبره ثلاثة أمجة أسربعة لما تسحب منه أمجة تربيع ما عندناش مشكلة وبالتالي من الكسر الأولاني هناخد أمجة عامل مشترك من البسط ومن الكسر الثاني في البسطة ايضا هناخد اوميجا تربيع عامل المشتر هنلاحظ ان القوس الباقي في البسطة هتحزف مع القوس الباقي في المقام نفس الكلام مع الكسر الثاني هتبقى عندي اوميجا ناقص اوميجا تربيع الكل قص اثنين هنعرفين كواس جدا ان اوميجا ناقص اوميجا تربيع تساوي موجب او سالب جزر ثلاثة وبالتالي عندي موجب وسالب جزر ثلاثة الكل قص اثنين القس الزوجي خلاص هيخفي الموجة بالسالب جزر 3 قس 2 تساوي 3 وته قس 2 تساوي سالب 1 يبقى أصبح الناتج النهائي لهذا السؤال هو سالب 3 وبالتالي إجابة الصحيحة هي الإجابة الأخيرة تعالوا مع بعض نشوف مثال آخر المثال بيقول إذا كان أوميجا على 1 زائد 2 أوميجا الكل قس 2 زائد 1 زائد 2 أوميجا تربيع على أوميجا تربيع تساوي كاف زائد كاف أوميجا فإن كاف تساوي نقاط ومديني 4 اختيارات تعالوا مع بعض نشوف المثال الثالث المثال بيقول إذا كان أوميجا على 1 زائد 2 أوميجا الكل تربيع زائد 1 زائد 2 أوميجا تربيع على أوميجا تربيع الكل قس 2 يساوي كاف زائد كاف أوميجا فإن كاف تساوي نقط ومديني عدة اختيارات في هذا المثال القوس الأولاني أوميجا على 1 زائد 2 أوميجا عشان القوس مرفوق لقص 2 يعتبر قص قريب إذا من حقي أقدر أفك هذا القوس يعني أقدر أوزع التربيع على البسط وعلى المقام أصبح البسط عندي أوميجا تربيع المقام هيبقى 1 زائد 2 أوميجا لكل قص 2 هتفك 3 حدود مربع الأول مربع الثاني الأول في الثاني في الثاني مربع الاول بواحد مربع التاني اربعة اوميجا تربية في النص الاول في التاني في اثنين يعني اربعة اوميجا بنفس الطريقة تماما مع الكسر التاني مرفوع لقص اثنين برضو هنفك البسط مرفوق المقام اصبح عندي البسط واحد زائد اربعة اوميجا تربية زائد نخلي بالنا ابناء الطلاب مربع التاني هنا اربعة اوميجا اوس اربعة انا كاتبها اربعة اوميجا بس ليه ما احنا قلنا اوميجا اوس اربعة لو شننا منها تلاتة يبقى اصبحت اوميجا فقط عندي في المقام ايضا اوميجا تربيع لما ربعها اتبقى اوميجا اوز اربعة اقدر اشيل منها اوميجا اوز تلاتة وبالتالي اصبحت اوميجا فقط بص على الكسر الاولاني بصوا في المقام كويس واحد زائد اربعة اوميجا زائد اربعة اوميجا تربيع لازم اربعة اوميجا واربعة اوميجا تربيع يلفته نظري 4 أوميجا و 4 أوميجا تربية دي تساوي سالب 4 يبقى أصبح الكسر الأول أوميجا تربية على 1 ناقص 4 الكسر الثاني بنفس الطريقة تماما نراحز مع بعض في البسط 4 أوميجا تربية زائد 4 أوميجا دي تساوي سالب 4 يبقى أصبح البسط 1 ناقص 4 على أوميجا 1 ناقص 4 في المقام هتساوي سالب 3 يبقى أصبح الكسر الأولاني سالب 3 أوميجا تربية واحد نص اربعة في الكسر التاني بسالب ثلاثة على اومجا هاعتبرها سالب ثلاثة اومجا تربية لاحظ سالب ثلاثة اومجا تربية ناقص ثلاثة اومجا تربية ينفع نجمعهم هحصل على سالب عشرة على ثلاثة اومجا تربية طب عشرة على ثلاثة اومجا تربية اقدر اجزائها سالب عشرة على ثلاثة سالب عشرة على ثلاثة اومجا لما ساوي هذا الطرف بالطرف الايسر اللي هو كاف زائد كاف اومجا وبالمقرنة هنلاحظ بكل سهولة ان الكاف تساوي سالب 10 على 3 وبالتالي اختياري الصحيح في هذا السؤال هو الاختيار رقم 4 نشوف مع بعض المثال الرابع المثال بيقول اذا كانت سين تساوي سالب 1 زائد جزر سالب 3 على 2 فان سين قس 8 زائد سين قس 4 زائد 6 تساوي نقط ومعايا 4 اختيارات اول مرحوظة ابناء الطلاب لو احنا ركزنا كويس جدا في السين سالب 1 زائد جزر سالب 3 على 2 وهنا عندنا جزر سالب 3 طبعا جزر سالب 3 هي جزر 3 ت يعني جزر 3 تخييري اصبح العدد سين عبارة عن سالب 1 زائد جزر 3 ت على 2 لما وزع حدود البسط على المقام هحصل على سالب نص زائد جزر 3 ت على 2 اللي هي لازم تلفت نظري ان هي الأوميجا اذا اصبحت سين هي أوميجا اصبح المطلوب ايه سين قس 8 هستبدلها بأوميجا قس 8 وسين قس 4 هستبدلها بأوميجا قس 4 زائد 6 أوميجا قس 8 اقدر اشيل منها أوميجا قس 6 هتبقى أوميجا قس 2 شمعنا شلنا 6 عشان اكبر مضاعف يقبل قسمة على 3 أوميجا قس 4 ايضا هشيل منها أوميجا قس 3 والستة هسيبها زي ما هي يبقى أصبح عندي الشكل النهائي هو أوميجا قس 2 زائد أوميجا زائد 6 لازم أوميجا قس 2 زائد أوميجا تلفت نظري أوميجا قس 2 زائد أوميجا تساوي سالب واحد أصبح الشكل النهائي سالب واحد زائد 6 هيساوي خمسة ونلاحظ ان اختيار الصحيح في هذا السؤال هو الاختيار الأولاني تعالوا مع بعض ننتقل إلى المثال الخامس المثال بيقول معادلة الدرجة التانية التي جذراها واحد زائد 3 أوميجا وواحد زائد 3 أوميجا تربيع هي نقطة مديني أربع اختيارات على هيئة أربع معادلات اتفقنا في الشرح النظر للدرس عشان نكون معادلة من الدرجة التانية علمة جذراها لازم الأول نجيب مجموع الجذرين ونجيب حاصل ضرب الجذرين ثم نكون المعادلة بالعلاقة سين تربيع ناقص مجموع الجذرين في سين زائد حاصل الضرب يساوي 0 تعالوا مع بعض نجيب مجموع الجذرين يبقى أصبح المجموع بيساوي واحد زائد 3 أوميجا زائد واحد زائد 3 أوميجا تربيع لما جمع هذا المقدار هحصل على 2 زائد 3 أوميجا زائد 3 أوميجا تربيع لازم 3 أوميجا و3 أوميجا تربيع يلفتوا نظري يديني سالب 3 يبقى أصبح مجموع الجذرين 2 ناقص 3 اللي هو سالب 1 تعالوا نجيب حاصل ضرب الجذرين طبعا طالما بتكلم في حاصل ضرب يبقى لازم أهتم بالأقواس يبقى نقول القوس الأولاني 1 زائد 3 أوميجا مضروب في القوس الثاني 1 زائد 3 أوميجا تربيع بدرب القوسين ضرب بمجرد النظر هنحصل على المقدار 1 زائد 3 أوميجا تربيع زائد 3 أوميجا زائد 9 لو بصنا كويس جدا ل3 أوميجا تربيع زائد 3 أوميجا تساوي سالب 3 يبقى أصبح المقدار بيساوي 1 ناقص 3 زائد 9 يعني 10 ناقص 3 هيساوي 7 كده عرفت مجموع الجذرين سالب واحد وحاصل ضرب الجذرين يساوي 7 كده أصبح تكوين المعادلة بقى بسيط جدا وهو سين تربيع ناقص مجموع الجذرين لاحظوا أنا بقول ناقص مجموع الجذرين طيب مجموع الجذرين بالسالب ما فيش مشكلة يبقى سالب مع سالب هيقلب معايا موجب وبالتالي المعادلة النهائية سين تربيع زائد سين زائد 7 تساوي سفر وبالتالي اختيار الصحيح في هذا السؤال هو الاختيار التاني تعالوا مع بعض نشوف المثال السادس والأخير في هذا الجذر المثال بيقول إذا كان واحد وأوميجا وأوميجا تربية هي الجذور التكعبية للواحد الصحيح فإن ألف على أوميجا ناقص ألف على أوميجا تربية زائد 3000 على أوميجا 94 ناقص 3000 على أوميجا 5 الكل أس이 2 يساوي نقطه معايا 4 اختيارات زي ما اتفقنا أبناء الطلاب أول ما لاقي عدد على أوميجا هقلبه على طول العدد في أوميجا تربية ولما لاقي عدد على أوميجا تربية هقلبه العدد في أوميجا يعني خمسة على أوميجا تربيع هعتبرها خمسة أوميجا وسبعة على أوميجا هعتبرها سبعة أوميجا تربيع لو بصنا للكسر الأولاني اللي هو ألف على أوميجا هعتبره ألف أوميجا تربيع الكسر الثاني ألف على أوميجا تربيع هعتبره ألف أوميجا الكسر الثالث نخلي بالنا تلاتة ألف على أوميجا أس أربعة الأول تعالوا نعمل تخفيض الأوميجا أس أربعة هنشيل منها أوميجا أس تلاتة هتبقى عندي 3 ألف على أمجة اللي هنعتبرها 3 ألف أمجة تربيع كذلك في الكسر الأخير 3 ألف على أمجة أس 5 هشيل من الأس 5 أس 3 يبقى أصبح 3 ألف على أمجة تربيع اللي هنعتبرها بعد ذلك سالب 3 ألف أمجة الكل طبعا أس 2 لو بصينا كويس جدا للمقدار اللي بين القسين هلاحظ أن أنا عندي ألف أمجة تربيع زائد 3 ألف أمجة تربيع هتعمل لي 4 ألف أمجة تربيع وعندي أيضا سالب ألف أمجة وسالب 3 ألف أمجة هتعمل لي سالب 4 ألف أمجة إيه رأيكوا أبناء الطلاب المقدار اللي أمامي في 4 ألف متكرارة في الحدين تعالوا ناخد 4 ألف عام المشترك مع الاحتفاظ بالقس 2 اللي موجود على القوس بالشكل الآتي يبقى أصبحت 4 ألف مضروبة في أمجة تربيع ناس أمجة الكل قس 2 لما وزعت تربيع على هذا القوس 4 ألف لما تتربع هتديني 16 ألف تربيع أمجة تربيع ناس أمجة زي ما اتفقنا ده قانون عندنا بموجب أو سالب جزر 3 ته وأيضا هتتربع وبالتالي أصبحت موجب أو سالب 4 ألف جزر 3 ته لكل قس 2 زي ما اتفقنا القس 2 كفيل إنه يلغي الموجب السالب 4 قس 2 ب16 ألف قس 2 هي ألف قس 2 جزر 3 قس 2 هتدينا 3 يتبقى لي ته قس 2 اللي احنا عارفينها كويس جدا تساوي سالب 1 باختصار هذا الكلام هحصل على سالب 48 ألف تربيع وبالتالي إجابة الصحيحة في هذا السؤال هي الإجابة الأول كده أبناء الطلاب انتهينا من الجزء السابع والأخير في وحدة الأعداد المركبة إن شاء الله في اللقاء القادم هناخد مراجعة شمل على هذه الوحدة في صورة مجموعة من التمارين على كل أجزاء هذه الوحدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة